طيب تحياتي وسروري الشباب مع اول محاضرة من محاضرات الامسي اس اي معي مع المهندس مهدي ياسين رح نبلش وعلى دركة الله طيب شباب احنا في الكورس تبعنا في الامسي اس اي دا اعتبر شباب انه الجميع اندي انا زيرو كأننا بنحكي عن اول سنة جامعة في تخصص الكمبيوتر الانجينير او سي اي اس او بالاي تي بشكل عام فاني شباب رح ابدأ بصراحة من الزيرو من الزيرو حتى نبني اساس صح فلانا يا شباب انا لو انا سألتك لو انا سألتك حاليا ايش تعني لك النيتورك يعني لو انا اجيت قلتلك هون يا خالد what is the network يلا شباب من يقدر يجاوبني يعني يعطيني هيك لمحة عقد ما بتجتهد اشان احنا ايش ننطلق بناء نعايش على الاساس اللي عندك فلو قلتلك يا خالد what is the network ايش هي النيتورك انا ما احكي بدي اعمل النيتورك شو يعني ممتاز ممتاز حدا بقدر يكا حابب يعاقب شباب طيب لو انا جيت هنا يا شباب زي ما اتفضل المهندس خالد انا قلتلك what is the network شباب كل اشي انا عامل لكم يا ديكو ما تنمات تهملوهم لو انا جيت قلتلك what is the network قال لك زي ما حكى المهندس خالد بالنيتورك عبارة يا شباب عن two or more computer ايش linked او ايش connection together يعني كل واحد يا شباب من الكمبيوترات انا ما اقول لك اجيب كمبيوتر وكمبيوتر جم واصلهم مع بعض انا هيك بحكي يا شباب اني انا عامل نتورك طيب انا يا شباب اما اعمل هاي النيتورك ليش انا بعمل هاي النيتورك انا ما احكي لك النيتورك اكونست of two or more computer that linked in order age to share the resources طيب ايش انا اشير الريسورسي such as مثل اممكن اعمل برينتر you can use usb طيب ليش to exchange the file طيب انا يمكن اعمل نتورك برينتر يمكن انا احط storage وهذا الستورج احط عليه files واعمل هاي الفايل share وهاي الفايل share الكل يشبك عليه اذا انا بعمل ايش share the resources اوكي اذا هو هذا المفهوم الصحيح السمبل اللي لازم نجاوه اما اقولك what is the network طيب اما احنا قلتلك انه عبارة كمان تعريف اخر بشكل مبسط انه شباب انا اما احكي انا بدي اجيب سرر او اجيب كمبيوتر ونزل عليه مثلا اعمل folder وهذا folder انزل فيه فايلات وهذا folder اعمله ايش share طيب انا ما يجي يشبك عندي end user هاي اشراف ايش بك عندي انا بقدم سيرفس من خلال هادي النيتورك ومثل ما تفضل وقال خالد انه في هادي النيتورك عبارة عن two common types of network includes في عندك ال local area network اللي هي عني نحكي لها ال LAN و THE wide area network في عدة انواع أخرىraelمان التي Gymnome مش رح نيجي فيها ولكن احنا بنا نعرف نوعين انه ال LAN و ال WAN طيب هذا الLAN و ال WAN بغض النظر انا كونت شابكها الك volciónي LAN او هاي اللان. شو بتحتاج حتى تقدم لي ايش? تحتاج انه هاي سيرفيس ابيين انواعها. اللي هي ايش? اللي بتا تقدمها. مثل ايش الشباب? دايما تكلمنا حاليا قبل شوي. انه انا بقدر اعمل ايش? انا بقدم داتا وبقدم ايش? شيرنج لبرمتر. ليش? تو اكسينج هاي الفايل. تمام? ممكن اقدم مثلا تليفون لاينز. ممكن اقدم مثلا انفرارد. ممكن اقدم اقدم اكس بوينت. اذا انا عندي هون ايش بستفيد من هاي النيتورك سيرفيز. راح استفيد من هاي الفيتشورز. طب شو كمان انا اما اعمل نتورك. ليش انا بدي اجي ابني عندي نتورك واعمل انفستمنت. انفستمنت في الشركة عني. او 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 انا بدي ارجع قيمة. اذا راح استفيد منها عن طريق مثلا نتورك سيرفيز. راح تعطيه مثلا المودرن تكنولوجي. المودرن تكنولوجي. اجزامبل عليها الشباب. عندي مثلا هون ايش عندي يا الفويب. الفويب من منه يا شباب لا يسمى ما بيعرفي الفويب. الفويس اوفر اي بي. عندي يا شباب انه الفويب. في تتذكروا سابقا قبل الفويب. تعرفوا موضوع البي بي اكس. انا ما حكيت الاي بي 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 اكس. حكيت البي بي اكس. البي برايفيت برانش اكشينج. اللي كنا نحكي زمان عنه. السنترال الداخلي شباب. تتذكروا في الشركات. يمكن ما يبقى بعض الشركات طبعا لحد الان تستخدم هذا الموضوع. انه انا جاي بسنترال داخلي. وجاي بتليفونات. وعامل الان تستخدم داخلي. وبحكي مع بعض. انترنالي. انترنالي. بحط ارقام. ديجيتس نمبر 214 حسب الدبارتمت او حسب الرقم اللي يماخده مثلا الامبليي. اوكي. طيب. انا انا يا شباب. ليش راح اروح سميت الفويب مودرن تكنولوجيا. الفويب يا شباب. من التكنولوجي الرهيبة اللي وفرت علي قmu قتنجكك و with cut capacity savvy way. اني انا بعمل كو nướcي ترضي في عملة البورات كي سم تكنولوجيا. او ب وبعدة عملة الاتجا원 التي يتعود. من هذه الت robust فيعتها او مهندس هكوش اي او مهندس من هذه التطوية؟ كما قال تعلم له إذا. ماذا لدي مع انا هون سنترال لو انا عندي هون عندي انا هون البرانش تابعي وعندي انا هون البرانش تابعي كنا زمان يا شباب زمان زمان شباب اذا انا هذا بدي احكي مع هذا التليفون مثلا هون مانيجر بدي احكي مع موظفه هون كنا عن طريق ايش اسمه البي اس تي ان البي اس تي ان البي اس تي ان البي اس تي ان البي اس تليفون نمبر نتخيل هي شركة الاتصالات مثلا الاردنية اورنج فرضا صح فكان لازم لازم انا ايش ااخد لاينز من عندهم واشتراك ورقم فون نمبر واتصل على هذا النمبر الموجود هون بالفاكتوري او بالبرانش وعندي كمان نمبر هون في الهدي كوارتر فانا اذا كنت بدي اتخاطب مع البرانش او هو يتخاطب مع الهدي كوارتر اذا انا راح ايش راح اكون راح يشرجوني كوست صح ولا لا قال لك لا مع خاصية الفويب الفويس اوفر اي بي انا بحكي على ايش اسمه اي بي بي اكس اي بي بي اكس تمام بس تخدم الاي بي مثال ذلك يا شباب طبعا عندنا في كمان طبعا كثير شباب سيليوش انطلع مثلا عندك افايا 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 في عندك اللي سي يو بيحكوا له سي يو ام اللي هما بعرفوا خالد اللي هو الكميونيكيشن يونيفايد كول مانيجر الخاص بالسيسكو كمان شباب اذا انا هون كيف راح استفيد طيب يا مهندس من خاصية الفويب هون بيمكاني يا شباب انا هون عن طريق الاي بي بي اكس والفويب هون راح يكون انت إلك اي بي هوني لك اي بي طيب انا هون طالع انترنت انا هون طالع انترنت طب انا يا شباب مدام انا طالع انترنت سواء انا ما اخذ من البروفايدر عندي ليزدلاين فيبر اوبتيك والسرعات والانفرستركتشور تبعت الاردن صارت عندنا شباب مهيئة جدا لسرعات او الهاي سبيا من الانترنت. انا طالع انترنت بامكاني يا شباب بامكاني واحد من السيناريوات اللي انا بحكيها اعمل مثلا و اعمل و احطها هاي مثلا اخصص لها اربعة خمسة للفويس. وهذا يحكي معهد وهذا يحكي معهد. لها طبعا شباب محددة ولكن هدفي والمغزن اللي انا ابدو اوصلكو اني انا استخدمت الانترنت اللي بتفع عليه مثلا بيرماث او شهري او السنوي واستفدت منه اني انا عن طريقه طلعت ايش? اي بي. voice over اي بي. تمام? فانا اما احكي هون اما احكي انا هون شباب. المدر ان استفدت من الفويب اذا هذا الموضوع فعلا في موضوع النيتورك وانه ليش بتجه لايش اسمه نتورك? ساعدني وسهل اموري في موضوع ايش البيزنس تبعي اني استخدمت من خاصية الفويب. تمام? طب في ايش تاني شباب على الفيديو كونفرنس الفيديو كونفرنس شباب من الشركات الكبيرة اللي اشتغلت فيها جابوا سوليوشن جبنا سوليوشن طبعا رح احكي لكم هستطو اكزامبل على سوليوشن اشهر سوليوشن يعني باستخدم وطبعا في كتير سوليوشن هلا طلع شباب ومختلف الاسعار يعني وكثير من اي تزد اسعارها ولكن كانت في من احدة الشركات اشتغلت فيها كانوا يضطروا انه كل شهر شهرين يسافر يسافر يعملوا ميتنج لها فروع في العالم فجبنا سوليوشن هذا السوليوشن يا شباب بسمول الفيديو كونفرنس ان انت كل واحد في الشركة الموجود فيها في اي بلد في العالم بعملوا ميتنج وبيجيبوا هذا السوليوشن وبشوفوا بعض وبيعملوا اجتماعاتهم بيزد على السوليوشن والتكنولوجي اللي بتشتغل ايش فيديو كونفرنس ومن هاي الامثلة ومن هاي الامثلة يا شباب اشي اسمه الباليكم سمعتوا في الباليكم شباب بوليكم هذا هو مثلا كان هذا الجهاز وهي الكاميرا وهذا شباب المايك فاري فاري سينسيتف يعني للصوت يعني كثير لو تحكي مرحبا بصوت واطئ بطلع الصوت وهاي الكاميرا شباب سينسور انه وانس اي شخص بحكي عالسريع عالسريع بتحول على نفس الفيس تبع الشخص وبيشوفوا الجميع فبحيث اي شخص كان يحكي تلف طبعا ايش عليه دايريك وبيبين الميتنج للجميع ومن هاي الامثلة كمان التلي برسينس شباب في السيسكو طلعوا هيك شباب بتتم الاجتماعات طلعوا فهونا هون التكنولوجي تبعد الفيديو كونفرنس اما استخدمناها ليش استخدمناها لانه استخدمناه لانه انا عندي نيت وورك ومهيي عندي انفايرومنت لهذه النيت وورك طيب شباب شو انا كمان بستخد بستفيد مني انا اما اعمل انفستمنت في نيت وورك عندي راح استفيد من مثلا في موضوع الفيوتشر اللي هو الكلاود ما الكلاود اللي التكلمن عنه يا شباب باستفاده اني انا بدل ما اجيب داتا سينر وادفع مثلا ريز دي فلور راك سيرفرات اير كونديشنس يو بي اس ودرجة حرارة معينة واني لازم مثلا اهيئ مثلا سيرفر روم وافعام 200 اشان معبنت موضوع المثلان اطفائي الحريق لقدر الله صار حريق وجهاز الاندار وا 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 قال لك لا انت بإمكانك تعمل عند احدى الكلاود بروفايدر اكزامبل حكينا موضوع المايكروسوفت اجور او ال اي دابل يو اس امازون او الجي سي بي كلاود او الجوجل الكلاود بروفايدر هاي الشركات شباب اللي هي بالتو بيست في الموضوع اللي هما مين ال ال اجور مايكروسوفت ال امازون ال اي دابل يؤسس لهم اسيادي الكلاود في العالم وتنافس بناتهم رهيب جدا فانت اذا ما كان عندك برضو موضوع ال الانتوارك سيرفز او البكراون عن الانتوارك كيف بدك تعمل حتى الانتوارك على مستوى ال ال او تكون هاذي ال انتوارك فرضا ما بدك تطلعها لانه الانتورك الكلاود شباب الكلاود فيل ها ثري سيناريو ال ال برايفيت ال بيكهاي برت انا عندي، عندي تكنولوجيا، عندي ديفايسيز، ما بدى طليح على فوق، يريد أن ديا for it. مثلاً في الـ Data Center. مثلاً عندي file undUMB. عندي برامج للأوراكل، عندي برامج للتنفيط يعني لا يستحملها على cloud، فهون شباب بند نكون مهيئين كمان الانفيروميتس عندها اللي هي في النيتورك طب من هاي كمان النيتورك سيرفيس اللي بتخدمنا في المستقبل إذا بتعرفوا شباب إيش يسمو الـ IOT الانترنت of things أو الانترنت of everything كما بيحكوها اللي هي انترنت الأشياء وهذا ويا شباب بعد بعد أزمة الكورونا العالم بشكل جنوني لأنه هم كانوا حصلا حطين الفكرة أنه بـ 2020 أنه ها نبلش كمان في موضوع الـ IOT وننطلق فيه ولكن شباب الأزمة الحالية اللي كورونا أجبرت العالم وأجبرت حتى نحن كدول عربية ننتجه لهذا الموضوع لدرجة شباب أني أنا مرة قريت قبل أربع شهور أنه عن موضوع الانترنت of everything أنه أحد الأشخاص عملوا تيست أنه عملوا سوارة هاي السوارة شباب طبعا عملوا عليها كافة الإعدادات وربطوها وعملوا بين الانتجريشن بينه وبين البيت عنده وبين جسمه تخيلوا هاي السوارة بيلبسها بيلبسها في إيده مثلا تعملوا أناليسز لجسمه مين أنسب وقت أو شو الوقت المناسب أنه لازم يصحى الساعة تمانية الساعة الساعة سبعة الساعة خمسة فبتبعت له زي البلسز عشان تصحي جسمه يعني أنه يصحى في هذا الوقت بلس أول ما يصحى أنه ماكنة القهوة تشتغل أنه الماء الكولر يشتغل عشان الماء يعني سخن الماء بعد ما يخلص ويلبسوا كل إشي ويطلع أنه الكهرباء تعمل عشان موضوع انه البيت تعمل مثلا لو حط ملابس في الغسالة أنها إيش تشتغل التلاجة تبعت له نقصها مثلا كده نقصها لبن نقصها بيبسي يعني هذي الأمور فهم وهون كما من النتوورك يعني السيرفيس اللي منقدمها هاي المودرن تكنولوجي انه انت مستعد كمان انك تخدم أو النتوورك تشتغل مع هاي نتوورك سيرفيس والصح نفكر لقدام ما نفكر لوراء أو نحكي نكتفي بالوقت الحالي طيب هاي نتوورك يا شباب اللي أنا راح مثلا جبت أجهزة جبت مثلا كمبيوترات أو جبت مثلا دعم النتوورك وبدأ نزل هاي سيرفيس هاي التكنولوجي الفويب الفيديو كونفرانس الكلاود بدي أجيب مثلا إيش إنه أجهزة الكمبيوتر وبيدي أشبك وبيدي أعمل وبيدي روترات وبيدي سيسكو هايدي شو بسموها شباب النتوورك كمبوننس إذن أنا حكيت عن نتوورك سيرفيس بعدين راح كي النتوورك كمبوننس مكونات النتوورك كمبوننس إيش أنا راح أستخدمه أو بلزمني في البزنس مي تبعي في الشركة إيش هو قال لك أنت يا أشرف يا ياسر لازم أنت كااي تي إنجينير لازم نسمي الممسميات باسمها بمسمياتها يعني ما بصل أن أحكي النتوورك كمبوننس والله عبارة عن كمبيوتر لابتوب راوتر سويتش لا إحنا كااي تي إنجينير مهندسين تكنولوجيا المعلومات لازم نعرف كيف نستخدم المصطلحات المصطلحات اللي أنا راح أستخدمها لازم تكون كبروفيشنال كأي تي بروفيشنال أي تي فقال لك فقال لك أما أنا أقول هون هون عندي إي تي ستاشنز سوريا الاندي ستاشنز الاندي ستاشنز أنا أم أحكي مثلا نتوورك كارد بي سي لابتوب كاميرا برينتر فون بسموها اندي ستاشن أو اندي بايسيز أشيلي اندي ستاشن واندي بايسيز قيل لك يا ياسر أنا لو عندي أنا لو عندي بي سي صح هذا بي سي هذا بي سي صح هذا بي سي هذا بي سي هلا هذا يا شباب البي سي بغض النظر أنا من وين جاييني الكابل أو هذا التليفون أو هذا البرينتر سواء هذا بي سي أو تليفون أو ó برينتر أو نتوورك كارد آخر اشي يا شباب بركب فيه كابل الوايرت ايش هو الاندي بايسيز او الاندي ستيشن فقال لك ما بعد البي سي فيه ايشي لا ما في فيه شخص اللي قاعد ويشتغل ويحط الانبوت عليه صح ولا لا اذا ما بعد هذا البي سي ما فيه اي كونكتد او اي اشي رح يعني رح نركب كمان سويتش ما بزبط ده ركب يعني لا اذا قال لك سواء كان هذا البي سي او كانيرا شبكته عا كانيرا طب تليفون فويتش شبكته عا تليفون فيه بعد ما فيه فمسموهم هذا ايش قل لك هذا منسميهم الاندي ستيشن او الاندي ستيشن او الاندي ستيشن لعندك شو بدك الاندي ستيشن او نوع الاندي ستيشن اللي عندك تعرف انه هذا المصطلح هو يقابل هذا المصطلح طيب وانا جبت اجهزة جبت كومبيوترز جبت كابل طب انا بدى اوصل هاي الاجهزة بان بعض قال لك آه إذن أنت لازم يكون عندك إشي اسمه Core Devices أو Network Hardware يعني إيش بالمصطلح Intermediate أو Interconnect المصطلح الصح إيش هما أم واحد يقول لك طيب شو ال Interconnect عندك أو ال Intermediate طب Core Devices اللي عندك أو Network Hardware إيش الموجود عندك يعني شو قصدو Switch شو قصدو راوتر Access Point يعني هاي المصطلحات فأنا ما أقول لك شو مثلا تفيعي شو الكور ديفايس اللي عندك تعرف إني أنا قضي يا Switch يا راوتر يا Firewall يعني هذه الأمور شايفين شباب هاي المصطلحات لازم نركز عليها بداية أشان نعرف شو نحكي ونسمي الأمور ونسمياتها طيب أنا شباب جبت كمبيوترات جبت راوترات جبت سيرفرات جبت سويتشز جبت راوترات هاي شباب أنا أما أشبك سويتش مع أجهزة أو مثلا أشبك سويتش باتش بانل من الباتش بانل راح أركب عندي على الاتبارتمنت أو الفلور عندي فايس بلايت وهذا الفايس بلايت راكب أو وصل لي كابل منه للايش من الباتش بانل من الباتش بانل طالع للايش من الباتش بانل طب أنا أما أشبك من الباتش بانل اللي لازم تكون طبعا شباب ملبلة ومرقمة عليها وموجود هو طبعا على الباتش بانل وشبكته على الاندي ستيشن أو الاندي بايس اللي هو الكمبيوتر أيضا أنا راح أحكي لك أي ما نوع اليوتيبي مشوبي educational system منسمي هذا الكابل منثل يا كابل البنحكي له يعني أنا كونيك ترز أو بنحكي له بنحكي له شو الميديا بشكل عام في شكل عام ، أيش الميديا يمكن أرصد يمكان الميديا مثلا عن بعمل وايرلس صح مابل يمكن أنت جائب كابل كاذ 6 عدة أمور هأني سأحكيك شوري الميديا prospects شو الكوننكتورز او الكابل وهو الكابل او الميدا والكوننكتورز يا ويريد يا ويرلس ويريد يوتيبي فيبر اوبتيك بغض النظر نتور كابل او ويرلس الواي فاي ويرلس فيديلتي او الوايرلس اني انا باخد اللي هي السيجنالز تبعت الوايج تبعت الريديو بدل الوايرد طي ممتاز اذا احنا يا شباب لحد الان نتسلسل ومنطلع شوي شوي انه عرفنا شو النيتورك وليش انا بروح النيتورك وشو النيتورك او السيرفز او النيتورك السيرفز اللي انا رح استفيدها من النيتورك وليش انا بدي اروح النيتورك حتى استفيد من هاي السيرفز اللي احنا شرحناها طيب شو مكونات او النيتورك كومبوننت اللي رح انا احتاجها للبزنس نيد ولازم أعرف شو أنا أسميها هذه هي يا شباب هذا يقودني يا شباب لموضوع مهم جدا هو بداية انطلاقتنا البروتوكولز قال لك يا شباب أنت أنا مجهز كل النيتورك وجبت النيتورك سيرفز أن أنا بدي أن نتورك جبتها وعملت النيتورك كومبونت وبيدي أن نزل هاي السيرفز عشان يستفيد منها الينديوزر ولكن يا شباب لازم نعرف نعلم أنه لكل بيت باب وهذا الباب يمكن لديه عدة أبواب وهذا الباب لديه شبابيك صح ولكن لازم نتفق على شي أنه فيه مدخل رئيسي لكل بيت وهو ما نتكلم عنه البروتوكولز البروتوكولز أنا يا شباب كيف بدي أستفيد من سيرفز بشعار شو البروتوكول تبعها مثلا أنا ما روح مثلا على أي شركة أو بدي أروح مثلا على أي مناسبة أو مثلا السياسيين فيه لهم بروتوكول شباب في التخاطب في الاجتماعات في النوغوشياشن فإحنا في النتوارك عنا أو في التكنولوجي عنا وفي عالم في بروتوكولات أما أحكي لك بدي أطلب إنترنت في بروتوكول عما بدي أقول لك مثلا بدي أعمل شير لفولدر أو لفايل في بروتوكول لبرينتر لست أو شير لبرينتر في بروتوكول صح و لا بدي أعمل أبلود داولود لفايل في بروتوكول تمام إذا البروتوكول هو يا شباب اللي أنا بدي أعمل أي سيرفيس لازم أفهم شو الكنسبت تبع البروتوكول أسماء البروتوكولات والبورت نمبر تبعهم اللي راح نحكي حاليا فيه طيب قال لك سابقا يا شباب سابقا يا شباب كانت الشركات تتعامل في ببينها كيف يا شباب خلينا نحكي شباب قبل عام 1970 كانت تيجي شركة مثلا IBM تيجي شركة مثلا IBM أنا عندي IBM كانت تستخدم يا شباب إيش بروتوكول بروتوكول اسمه إيش السنة مين بيعرفوا يا شباب السنة system network architecture طبعا هذا الشباب إيش هو يعني هو خاص بالبنية التحتية تبعت إيش أو infrastructure تبع مين ال IBM طيب ماشي ولو أعطت مثال نعطي السيسكو سيسكو اللي هم بروتوكولات يا سيسكو ها نحكي بروتوكولات اللي ها طيب نيجي على موضوع مثلا نوفل نوفل مثلا نقرضها سحاليا كان إنهم مثلا بروتوكول ال IPX SPX كل شركة شباب شغال إيش على ليلاها بمعنى يعني كيف كيف يعني مهندس كل شركة يعني شو بدك توضح لنا يعني تعبت راسنا شو بتحكي أنت طيب بدا أقول لك إنه مثلا ال IBM زمان قبل عام 1970 أنا بحث على شباب ها كانت هاي ال IBM تعمل أجهزة أجهزة هاي الأجهزة تخاطب فيما بينها عن طريق البروتوكول السنة أوكي ماشي شير فائل بالدكية طيب هذه الأجهزة أو هاي ال IBM أو الشركة بتشتغل IBM ما كانت تعرف ما ما بتفهم على إشي إلا جهاز IBM والبروتوكول تبع السنة طيب إشي من براجة ركبنا جهاز دي لا إنس الموضوع نفس الشي السيسكو نفس الشي النوفل نفس الشي لو حكينا فرضا في ذاك الوقت مايكروسوفت ما كانت في مايكروسوفت لسه يعني شوي شوي كيف طب أنا كيف بتأتفهم هاد مع هاد مثلا أجيت أنا نوفل بتحكي مع الإيبيا طب سيسكو طب فرضا لينكس مثلا إجزامبل مع مايكروسوفت طب أنا مثلا عندي هون عندي عجي هازي ويندوز تين مايكروسوفت تين بدي أطلع على سيرفرات الجوجل أولي أو مثلا بيستخدموا لينكس بيستخدموا أي طب أنا كيف بفهم عليه كيف هو بيفهم عليه آه قل لك كانت العملية كلها إيش ملخبطة وكل واحد عامل فيها إيش معلم زعيم أنا بشتغل لحالي وأنا بشتغل لحالي ولكن هذا يا شباب أثر كثير على البزنس يعني أنا مستحيل أنه أنا ضلني محتكر مع شركة طب أنا بدي أجيب ثاني بفيدني في شركتي بس أنا بدي إي بيام ولكن أنا بدي أعمل معه معقول بدي أغير سيستم كامل أشيله أشان بدي أجيب سليوشن أشتري بلاص إنه هاي الشركات قل لك إحنا بش قادرين نتوسع لأنه إحنا محكمين بالبرتوكولز تبعنا آه فقل لك أجت إيه الشركة أو منظمة عالمية شو اسمها يا شباب اسمها اسمها الآيزو الآيزو إيش هي لي آيزو اللي هي إيش الأوب اللي هي الإنترناشنال أورغنيزيشن فور ستاندرزيشن هايها شايفين قال لك هاي المنظمة شباب طبعا هاي المنظمة شباب اللي هي يعني تحكي عن نفسها هي منظمة غير ربحية يعني تحكي عن نفسها منظمة غير ربحية وطبعا تم إنشها يعني قديمة عام 1947 وموجودة في جينيف سويسرا وفي لها كثير أعضاء يعني طبعا شباب بتحط حطت مواصفات ومعايير ومقاييس على جميع الأصعدة والمجالات هندسة زراعة كومبيوترز آي تينجا اللي بالدكية قال لك هاي المعايير هاي المعايير راح تكون ستاندرد على مستوى العالم ولازم نمشي إيش عليها فقال لك إحنا في موضوع الآي تي عملتنا إشي اسمه أو أس آي النمو دوج أو الموديل تبعي أو أس آي اللي هو وحطت كمان موديل تاني ليتر أون طورت على اسمه إيش التي سي بي تي سي بي ولكن هو تي سي بي آي بي الترانسميشن كونترول بروتوكول أوفر آي بي انترنت بروتوكول ولكن نشرح الأوس آي بلن راح نجي على التي سي بي وحكي لكم كمان شو هو التي سي بي آي بي لأنه تي سي بي آي بي كمان كان اختراع وزارة الدفاع الدبارتمنت أوف ديفنس اللي هما الدود الدود تمام طيب فقال لك اخترعوا النموذج تبعي أو أس آي الأوبن سيستم إنتر كونيكشن إيش هو الأوس آي وإيش هو وليش اخترعوه قال لك جاي ما حكينا هلا انه انه اخترعوا هذا النموذج قال لك مدام كل شركة راح تعمل لإلها وكل فندور راح تعمل لإلها سوليوشن وأجهزة وبروتوكول لا خلينا انه احنا نوصل لطريقة انه نعمل ستاندرد عالمي هذا الستاندرد عالمي راح نحدد فيه مواصفات ومقيس طيب طيب لاحظ شوية طيب طيب قال لك انه راح نتفق على معيار هذا المعيار انه راح نجيب كرت شبكة هذا كرت الشبكة لازم يخضع لمعايير محددة بحيث انه اما انشغل عليه موضوع الOSI model انه هاي الطبقات او هاي اللاير او اللوجيكال لاير انه تكون ايش انه هاي الداتا تتنقل فيها بكل سلاسة ومطابقة لهاي المواصفات وين على كل الفيندورس بحيث انه كل الفيندورس يستفيد من هذا الستاندرد وتشتغل على جميع السيستم والانظمة والأوبرارات بدون اي مشاكل واي واي شركة راح تصنع مثلا كرت شبكة غير مطابق لهذه المواصفات لن يعتمد فهونا كمان قال لك الOSI اجت لهذا الموضوع قال لك طيب ايش هو الOSI الOSI شباب عبارة عن سبع طبقات خلينا نيجيون عبارة عن ايش بيسموهم اللوجيكال او 7 لوجيكال لاير قال لك ايش هدو لوجيكال لاير قال لك انه هاي اللوجيكال لاير او 7 لوجيكال لاير وضعت لاشي محدد ايش هو الاشي محدد طيب انا لوجد قلتلك هون اني انا عندي اني انا عندي هون وعندو هذا برنامج عمل برنامج 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 وانا عندي هون هاردوير 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 اجزت هاردوير انا برنامج هذا البرنامج بغض النظر شو البرنامج طب انا يا شباب هذا السوفتوير بدو ينزل على هاردوير مثلا سيرفر وابريتنج سيستيم طب هل هذا البرنامج كمبتابل او انتجريشن مع هادا الهاردوير والله بعرف ولا ما بعرف آه لازم تجاوبني راح احكي لك انه بعد عام 1970 أجت الـ Eyes ووضعت النموذج أو الموديل تبع الـ OSI وعملوا 7 Layers أو 7 Logical Layers بحيث أنه عملت سبع طبقات هاي السبع طبقات عبارة عن إيش؟ قال لك هاي السبع طبقات عبارة عن 7 Layers أو 7 Logical Layers وقال لك سميناها بدءا من إيش؟ من تحت لفوق من تحت لفوق قال لك إيش هي؟ يسميها الـ Physical Layers قال لك أول طبقة أول طبقة بتختص بإيش يا شباب؟ قال لك تختص بإيش؟ هون Physical Layers هاي One هون Two Data Link Three Four Five Six Seven تمام؟ One Two Three إذن إحنا بنحكم هنا عن 7 Layers طيب إيش؟ قال لك هاي اللاييرز هاي اللاييرز سميناها كمان تسمية قسمناها لقسمين قال لك من عند من عند اللي ترانسبورت شايفين من عند اللي ترانسبورت لعند الفيزيكال هون بتختص بإيش؟ بجزئية إيش؟ اللاور يعني وسميناها اللاور اللايرز طيب إيش تختص هاي؟ هاي تختص بجزئية إيش يا شباب؟ إلهاء أوكي قال لك يا شباب برضو نجعنا مرة تانا نحكي حكينا إنه من من عند الهارد وير لأ من أو من الفيزيكال لعند الترانسبورت هاي بتختص بإيش سموها شباب؟ سموها اللاور اللاور اللاير تموها وبتختص بإيش؟ هلو؟ إذن يا شباب مثل ما اتفقنا إنه من عند الفيزيكال لعند الترانسبورت لاير شباب قلنا هاد سمينا إيش؟ سميناه اللاور اللاور اللاير اللاور اللاير قال لك هاي هاي الجزئية بإيش تختص؟ قال لك هاي بتختص في إيش؟ في الهارد وير في الهارد وير هاها هارد وير قال لك طيب من عند السيشن لعند الابليكيشن سموها الابر الابر لير اوكي الابر لير بإيش تختص؟ تختص بالسوفت وير لير بالسوفت وير لير طيب ليش هذا الموضوع؟ قال لك هس كنا نحكي في الموضوع انه مش كان فيه برغرامر مبرمج يبرمج يعمل برنامج؟ هذا البرنامج المبرمج يا شباب الو هون قال لك من ضمن التصنيفات واللي اتفقوا عليه قال لك المبرمج الو يبرمج يعمل برنامج من عند السيشن لير لعند الابليكيشن تمام؟ من عند السيشن لير لعند الابليكيشن وطيب الهارد وير قال لك الفيندور اللي راح يعمل هوستنج او يستقبل هذا البرنامج الو دخل بإيش؟ بالهارد وير من عند الترانسبورت لعند الفيزيكال تمام يا شباب؟ اوكي؟ اذا انا عندي هون الترانسبورت شباب لير اللي هو من عند الترانسبورت تختص بجزئية ايش؟ حكينا الهارد وير وهونا بالسوفت وير طيب ليش كمان بدك توصل المهندس بدي اوصل لشغل يا شباب؟ انه هاي الليرز هاي الليرز تتفاهم مع بعض وكل لير يا شباب مكملة لللي قبليها واللي بعدها بمعنى انه انا كنتورك لير اذا انا بدا تيجي الداتا عن طريق النتورك لير لازم تعرف انه هون اوكي صارت وهون اوكي يعني ما بتطلع امورها ما 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 بتروح مثلا او ما بتم عليها بروسيسنج الا ما تكون الليرز اللي فوقية واللي تحتها ما اخذ جميع البروسيسنج والفنكشن عليه فقال لك ايش التسمية او ايش التسمية او التفاعل بين هاي الليرز سموها انه في تفاعل بين هاي الطبقات المتاخمة مع بعض قال لك وبين الطبقة والطبقة شوف او بين اللير واللاير شوف بيناتهم قال لك فيش اسمو سيم لاير انتر اكشن يعني لازم الاكشن اللي راح يصير هون يا شباب راح يصير عكسه هون يعني نفسه بس بطريقة عكسية هون الرفلكت اكشن راح يكون هون اذا كل طبقة يا شباب من او الليرز او اللوجيكال ليرز من الليرز تفهم او بتتفاهم مع بعض تمام طيب انا يا مهندس او انا والله بش بش قادر احفظ هذا اللي بتحكي بصراحة يعني انا بش قادر يعني انا كيف بدي احفظ انا هاد راح اقول لك بصراحة لازم تعرف بش لازم تحفظه افهمه وهون يا شباب منش انه بلش اصطرح بالاو اس اي لانه هو الاساس وهون بفرق بين المهندس اللي حافظ واللي فاهم الاو اس اي شباب قال لك فيه مصطلحين يعني هما بتتفقوا عليه او مثلا جمل من الجمل المشهورة شباب انه مثلا اني انا كيف بدي انه احفظ مثلا احفظ هاي اللاييرز من غير مثلا احفظهم بهذا الطريق application presentation session كان لك فيه عدة جمل من هاي الجمل الشباب بقول لك مثلا all people مثلا all people seems to need data processing فيه كمان واحدة ثانية بيحكوا لك ليا please do not till sales people anything تمام فعندك هذول المصطلحين بإمكانك قال لك شو يعني قال لك مثلا يعني قال لك مثلا ايش المصطلحين اللي بتحكي عنهم مثلا اللي مثلا all من فوق application all اللي هي هون people presentation to transport need network data data link physical أو processing اللي هي physical P هاي تمام طيب هون لا هون بالعكس please physical do data not till transport sales session people presentation anything application فإنت بإمكانك تختار هاي الجمل وبإمكانك انك خلص تحفظهم application presentation session transport network data link layer تمام شباب فإذا هاي الليئرز يا شباب هاي الليئرز لازم نعرف إنه هاي الليئرز يا شباب كل لير من هاي الليئرات شباب إيش إلو إيش وظيفة وإلو function بيشتغل فيها وإشان هيك يا شباب لازم نعرف وظيفة كل إيش application أو سوري كل لير وشو ال processing اللي بيعملوه وبعدين ننتقل لل لير البعدي واللير البعدي تمام يا شباب طيب طيب شباب لو أني عندي هذا الإجزامبل أشان نفهم أشان نفهم كيف ال application أو كيف مثلا 7 layer هاي الموديل تبع له OSI بيشتغل طيب رح تحكي لي كمان برضو ليش أنت مهندس دك تفهمني رح أقول لك وبعيد لك مرة تانية OSI مهم جدا اللي رح نفهم later on اللي احنا بنشتغل عليه بعدين اللي هو TCP IP model لازم تعرف إنه أنت كإنجينير أو كIT professional لازم تعرف كيف تعرف أو كيف تعمل ترابل شوتين بيز على ال OSI بيش على الحفظ بيش على هيك نظام يلا فزع لأ منا يا شباب نعرف كيف اللوجيك أو ال data كيف بتمشي وين الإشكاليات رح تصير رح أكيلك هذا متى آخر إشي كيف رح نعمل ترابل شوت لو صار كده كده لأنه أكثرية ال IT شباب يمكن إتخذ قرار متسرع إنها فرمت بيز على شغلة المفروض عمل فيها ترابل شوت كنحلها بكل سهولة لو مش على اللوجيك اللي رح نشتغلها السعلي تبع له OSI طيب تطلع على هاي الليرز بتوصل لوين على ال destination طيب أنا بدي أعرف هس حاليا شو كل لير تشتغل نيجي على ال application layer ايش شباب ال application layer قل لك هو أول او الفيرس انتراكت لليوزر كيف يعني قل لك هاي اللي مثل الوية 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 الو بدي افتح انا شباب ايش ها عندي افتح مثلا الجوجل اوكي اشتغلت هون علي حطيت www.com اجرب اي اشي شباب تمام طيب مثلا سكرت انا هاد فتحت الورد اذا انا اول فيس او اول انتر اكت رح يكون مين ومين اللينك رح يكون بين وين بين الاند يوزر والكمبيوتر ولا اعني ولا اعني اني انا بمجرد امسك الماوس وحط ايدي على الكيبورد واكتب انه هذا انتر اكت المقصد الانتر اكت او اللينك بتوين ايش الاند يوزر اللي هو انا والابليكيشن اللي انستول اوور يور لابتوب او البي سي او الديسكتوب كمبيوتر ريليتد للداتا تبعتها برنامج مثلا خاص بالاتش ار برنامج خاص في الجوجل اذا هاي وظيفة الابليكيشن انه ايش شباب رح تكون ايش حلقة الوصل بين اليوزر والديفايس بش الابليكيشن اللي نازل على الديفايس تمام اكزامبل زي ما حكيت لكم هون الجوجل كروم فرضا اكزامبل طيب بننزل على اللي بعدها بنعمل بننزل على اللي بعدها نيجي على البرزنتيشن طيب شو وظيفة البرزنتيشن لير يعني يا شباب الابليكيشن لير انا اللي بحكيها انه توصلني الداتا جاهزة ومخلصة وعليها جميع الفانكشن والبروسيسن اللي سايرا وتطلع عندك على الشاشة طيب قبل ما توصل الابليكيشن لير فيه لير كمان تحتيها اسان نعرف كل لير او مفهوم الاجيسنت انتر اكت او مفهوم انه كيف كل لير بتخدم اللي قابليها بتتفاهم مع اللي بعديها لازم نعرف انه الداتا رح تمشي في هذا اللوجيك يا شباب طلع قال لك البرزنتيشن لير شو وظيفة البرزنتيشن لير مهندس اشرب وقال لك هاي البرزنتيشن لير من اهم وظيفة لها انها رح تعمل ايش الداتا اكستنشن او الدفاين داتا فورمات وبدأ اضيف عليها كمان كودينج وإنكونين كيف يعني انا ادي حطهم في نقطة واحدة مع الدات مع الكودينج وإنكونين كيف قال لك انه ديفاين داتا فورماتي شباب اما ان افتح وورد بش رح يعطيني مثلا دوكس ام بي ثري اكسل جي بي جي طب يعني انه قصدك مهندس يعني انه داتا اكستنشن رح تعطي هاي هيك لا شباب فيه فيه طريقة بسموها ومثلا انتو تعفوا شباب انه الكمبيوتر انهما اكتبه هاي هيكاتب هال الكلام الكمبيوتر بفهم الداة الكلام هاي الكاراكتر لا طبعا شباب وإلا ما يفهمها طبعا لا ما بيفهمها هو بيفهم عن الارقام طيب كيف احنا الكمبيوتر فيه هذه الارقام عن綁 طريقة شب السموها الاسكي الاسكي كلوا تعافوا شباب الاسكي اللي هو هااد الاسكي كود سمعتوا فيه شباب طريقة الكتابة اللي هي بسموها لغة الماكينة دلك شو هاد يعني برنا يعني هو هو يعني هو بشتغل يعني زي ترميز ترميز كيف يعني ترميز يعني بحول شباب النصوص اللي احنا منكتبها في انظمة الكمبيوتر ايش حتى اجهزة الراوتر والاقتصاد الى ايش يا شباب الى ارقام طب الكمبيوتر احنا شو بفهم بايناري 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 0100110 طب شو دخل هذا قال لك هذا الاسكي كود اصلا انت عبارة عن تابل و جدول كيف يعني مثلا شباب دعني انا احكي لك مثلا انا عندي هنا جافا 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 شباب كيف تكتب انا كتبت جافا قال لك كيف الكمبيوتر بتعامل معا بقول لك الجي الجي فرضا نحكي الرقم او 160 ايه مثلا بترجمها لتسعة وسبعين اي 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 رقم مية وثمنتعش مثلا الاي بترجمها خمسة وستين تمام قل لك هاي شايفين شباب هالأرقام برضو شو بعملها هاي شباب ما نوصل على موضوع التحولات راح نخدها ان شاء الله في المحاضرة القادمة بايناري ديسيمال ديسيمال هيكس ديسيمال هون كمان هاي الأرقام سيحولها لايش لبايناري لبايناري بالمحاصلة البايناري ايش هو يا شباب زيرو وان زيرو راح نخدها محاضرة القادمة زيرو زيرو وان زيرو 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 هو هادا بفهمها جهاز الكمبيوتر او الكوميونيكيش او الديفايس الخاصة بالاتصالات بالعالم تمام بيفهم هاي اللغة عن طريق ايش الاسكي تمام شباب اوكي قل لك هاي الداتا برضو برجع لما هاي الداتا اكستينشن وديفاين فورما تقل لك مثلا كيف بعرف انه هاي جي بي جي فرضا كيف بعرف انه هاي اكسل راح يقول لك لو انا اجاني هون لو انا اجاني مثلا اي 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 فردا اي 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 وان زيرو 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 نحكي مثلا زيرو اي اي مثلا زيرو زيرو نهاية واحد فرضا نعين نتخيل هيك اما يشوف هنا ونهاية فرضا رح يعتبره خلص جي بي جي سأقول لك مثلا بيجي هون بيجي هون بيجي بيقول لك أنا بدي مثلا زيرو زيرو فرضا زيرو في الهكس ديسيمال فرضا يعني قال لك زيرو اي وهون زيرو ايزامبل شباب انا بيحكي يعني mp3 هيك شباب بفهم او معنى ايش بيشتغل البرزنتيشن لير او ما اقول لك data extension او define data format ما بيحكي يلا خد جي بي جي لا بترجم انو اذا شفت هذا اعطي كده كده جي بي جي اعطي mp3 اعطي دوك اعطي pdf تمام شباب وابحة هون اذا هاي اول وظيفة من وظيفة البرزنتيشن لير كمان يا شباب ايش بيسموه data structure data structure شو يعني اني كيف اخزن ال data او طريقة تخزين ال data او طريقة كمان توزيع ال data وتخزينها ايش over the hard disk من مسؤول عنها مسؤول عنها المسؤول عنها قال لك كمان انو هاي ال data واني انت اصلا اخذتها وعملت لها define او ال format او عملت لها كمان coding و encoding اللي حكينا عنه هسا المثال قبل شوي coding و encoding طيب اشان يا شباب معقول انا اب يعني بقول لك هاي ال data راح تنبعت لازم نعملها ضغط ليش بما هي راح تمشي through الانترنت او through الشبكة بشكل عام فانا لازم اوصل to save the traffic لازم اضغط هذه ال data بطريقة ما تعمل load with traffic عالي عندي على ال network او ام اكون ارسلها الانترنت تمام او لا و من نفس الوقت اما توصل من من السورس تيجي للدستيناتشن واقدر اعمالها ايش دي كومبريش يعني افك الضغط عنها تمام قال لك شو كما قال لك ان انا بقدر كمان البيزنتيشن لاير تقدر تعملها انكريبت و ديكريبت بس شغلة شباب انكريبت و ديكريبت يعني اني انا هاي ال data اما عملتها data extension وعملتها وعملتها اذا هاي ال data لازم اشفرها عملها ايش انكريبت بحيث اما اشفرها راح ابعتها انا وين للدستيناتشن اللي هون فاما توصل هاي اللاييرز المقابلة الها بش احنا حكينا ان راح تكون نفس التفاعد راح تعمل راح تعمل راح تعملها بحيث تعملها ايش يعني تفك الانكريبت عنها اذا لازم اعمل شير لالكي اللي عملت في الانكريبت مع الديستيناتشن فهونا وظيفة ايش الديستيناتشن واشان هيك يا شباب اشان هيك يا شباب دائما اما تجيلك مثلا document attachment في ايميل امرات تفتح هذا الورد بتلاقيه صار تفتحه 0000 زي المربعات صح؟ بعدين بتسكر تفتح مرة تانية بيفتح عندك صح؟ مرة بتبين الكتابة عادية ما في اي مشاكل ليش؟ لانه انت اول ما جيت ما خلصت السبع فانه هاي من المشاكل كمان شباب اللي بتصير بس اما وانس انك فتحت ولقيت انه الكتابة بشكل عادي اذا عملية الاسكي تمت بنجاح وعملية البروسيزنج او الفنكشن تبعت تمت بنجاح وانتغلت للابكيشن طيب وخلص موضوع نكريبت والديكريبت طيب خلصنا احنا هون البروسيزنج نزلنا وين على السيشن ايش يا شباب اذا انا هيك التناقل عندي هيك هنا اشتغلت شغلها وهنا كمان عملت جميع البروسيزنج وشتغلت شغلها اذا هون سبنزل ايش او اذا بتحيب تحكي هيك السيشن شباب بكل سهولة او بكل يعني نحكي معلومتها جدا بسيطة الا وهي قل لك وظيفة البروسيزنج السيشن لير انو استابلش لوجيكال سيشن وترمينات لوجيكال سيشن ايش يعني شباب هي بتفتح نحكي سيشن يعني نحكي يعني بتفتح حوار او جسكا يعني بين البرزنتيشن لير واللي تحتي واللي ترانسبورت لير يعني كيف لو اعطيك انا مثال شباب اوكي الاند يوزر طلب مثلا طلع انترنت فطلب انه يطلع على الجوجل طلب اتش تي تي بي طلع على البورت تمانين انا طالع انترنت وهذا اليوزر اوكي اذا انا هون انا هون راح اطلع عن طريق الفيروول صح اذا السيشن لير راح تفتح سيشن بين الاند يوزر اللي جايني مثلا الترانسبورت تنوي توركو بين مين الفيروول اللي طالع وين على الانترنت اللي راح طلعني على الانترنت اذا فتحت لي ايش الاندبندنس سيشن وراح تضلها تستمر هاي السيشن حتى ايش تخلص موضوع ايش الكنيكشن او الريكوست على الانترنت طب مثلا المهندس ممكن تعطيني مثال اوضح من هيك بايب ماشي انساني هذا الموضوع لو انا جيت قلتلك يا اشرف بدي فيرول اشتري من عند بندور فيرول اشتريت هذا الفيرول ببالك اول شي بسألك ال بندور تبع الشركة او شركة الاتي سوليوشن انت كم يوزر عندك بطلع انترنت انا قلت له فرضا بطلع عندي 20 قل لك اوكي راح اعطيك سيريز بس شو رايك اعطيك السيريز اللي بيشتغل ماكسيمم عشان ما يصير عندك مثلا انه ترافيك او نوع من انواع الدليلي انه هذا بس بتحمل ترافيك لعشرين يوزر او الباندوث او عملية السيشن او الاكسز لليند يوزر اذا من دم يطلع انترنت الميتد عندي لعشرين طب خد لعربعين انا يا سيدي يبسي تراسي وقلت له لا بدي عشرين الله ايه بده اوفر بدعم الحالي شاطر قدام الشركة وبده اوفر عليهم ها قلت عشرين الله او جيبت له الفايروول ونمنا وانس وانس انه هادا مثلا هاد الفايروول بش احنا حكينا عشرين خلينا بس يعني اقزان بالنبسط الموضوع انه بشبك عليه مثلا اربعة شبك اشرف شبك ياسر شبك احمد شبك يازل انا اربعة اجا مهدي شبك لا ستوب ليش والله انا عندي عندي اللوجيكال سيشن استابش عندي لأربعة اوكي يعني يعني لا ممنوع انت تدخل شو يعني يعني تحت واحد اعمله تيرمينايت للسيشن يعني يفصل يطلع من السيشن انت سعيدها ايش بتدخل صح ولا لا اذا هون كمان مثال ثاني طب مثال ثالث ها مثال ثالث كمان اشان نقرب الوجهات النظر انا عندي يا شباب سيرفر الفايل سيرفر مثل ما احنا بنعرف لازم يكون هاي سبيسيفكيشن رامات بروسيسر عالي لانه راح يعمل هوستنج لفايل لفولدر لأقسام محددة هاي الاقسام انا مقسمها لفولدرات وكل هاي الفولدرات فيها مثلا فولدرز لموظفين وهي عليها بيرميشن راح نخدها كلها سيكيوريتي انتي اف اس طيب مثلا انا سامح لانه هذا السيرفر يدخل عليه مية دخل على هذا السيرفر فعلا مية من شتى الاقسام او مثلا من من جميع الاقسام والموظفين طب اجا يدخل واحد مية واحد نو انا سميح له بس يدخل مية حددت للسيشن مية طب كيف لا لازم يصير تسعة وتسعين عشان اسمح له انه هذا يشبك صح؟ هذه هي السيشن طب كيف مهند اعطيك يا مثال هاي واقع شباب ها مثلا انا اجيت هون على هادا الفولدر هادا الفولدر هادا جهاد بروبرتوس شيرين ها قلت له ادفانس شايفين شباب هون انا شو سمح لي؟ عندي عشرين يوزر او سيشن انا بقدر ادخل عليه طب لو حطيته مية ابلاي راح يطلع علي عشرين ليش شباب في الويندوز تن بسموح لك انك تعمل شيل فوردر بس تخدم عليه عشرين طب وهذا صاح اصلا طب ليش هو رفض المية او ليش رفض مثلا حط خمسة وعشرين رجي عشرين ليش حتى انا مستوى خمسة طب واحد وعشرين اع عشرين ليش شباب ايش طبيعي انا انا جايب جهاز اند يوزر الاند ستيشن عندي هاي او الاند يوزر جهاز كمبيوتر ديسكتوب يعني ويندوز كلاينت ويندوز تن ليش بده اشبك عليه زي بعض ليش بده اشبك عليه مثلا بيجيبه في ناس بتلاقي جهازه شبكة عنكبوت 200 واحد شبك مثلا عشرين خمسة عشر واحد شبك عليها عامل لي فايل شير صح عامل لي عليها فايل شير هذا ديسكتوب لكلاينت انت المفروض ما بيؤدي او ما بيؤدي خدمة سيرفر واحنا حكينا ليش منستخدم النتورك او ليش منستخدم السيرفر ليش باستخدم النتورك تو بروفايد سيرتين نتورك سيرفر صح ولا لا اذا انا رايزم اجيب سيرفر احط عليه فايل سيرفر مع هاي سبيسيفكيشن هاردوير مع بروسيسر مع رام مع هارد ديسك مثلا السيس دي بصايز مثلا تيرا وقسم تقسيمات انا عندي مثلا الفايل الفايل الفولدرس صح ولا لا والسيرفر بستحمل مثلا لملايين عادي ما في مشكلة طب انا ليش جايب جهاز انت من طرح تروح اخر نخار يمكن تاخد اجازة شو استفدت انه يضل عندك الفايل شير داخد علي باكب اذا هون يا شباب انا بسمح انه ايش ااخد لعشرين طب في الاكس بي كان عشرة هون عشرين في السيرفر لا ملايين يعني ما في عندك مشكلة طب كيف انا مهندس بدي انهي السيشن فرضا لو هذا السيرفر علي سيشن انا كيف بدي انهي موضوع السيشن دوريك موضوع شباب السيشن بعينك مثلا انا اجي هون على المانج عندك هون شباب بتلاقي ان هون اليوزر هنا عندي اليوزر тут هي الشير بلاسمان الشير فولدرت الي عندك راحنيجی موضوع طبعا هون السيشن شايفين شباب انا لو عندي يوزر شابكين عندي على سيرفر عشتاط وجميع السيشن هون新聞 يوزر بالكمبيوتر بالطيب بالأوبين فايل اللي فاتحه بإمكاني أنا أو ما تنتجه هنا على الأوبين فايل إذا مفتوح كمان فايلات هم مشابكين عليها بإمكاني أنا راح أشوف يوزرات بإمكاني أجا أقول له مثلا ديس كونيكت أو اللي سيشن والله شايف في لوت أو وورك لوت عندي على السيرفر شايف السيرفر واطعه إيش في ديلي أو مهنك يابع ملو رستارت فبنهي جميع السيشن أو بحكي له ديس كونيكت أو السيشن أمرات تكون في سيشن شباب هنقم عالقم بإمكانك تعملها من هون تمام ديس كونيكت أو من هون أول السيشن فهذا إجزام بالشباب على السيشن اللي هي وظيفتها حكينا أنه شو بتعمل استابلش لوجيكال السيشن وتيرمينيات لوجيكال السيشن أو بس هما بحكوا له دايما بحطوها مثال المحاور هذا اللي بيكون عام الكوردينيات بين المحاورين تتفضل يحكي خلاص دسلك انت تتفضل يحكي بوجه سؤاله للمحاور للضيف المنافس له هو بيسألك كده هو المنسق كل حوار لو سمحت تسكت لو سمحت أخير سنهينا البرنامج فهي هاي وظيفة السيشن اللي هي استابلش لوجيكال السيشن وتمينيات لوجيكال السيشن طيب نيجي على اللي ير البعديها اللي ير فور اللي ير فور قل لك هاي اللي ير فور يا شباب عليها شغل شغل فعلا جامد قل لك هون بتبلش عملية بيسموها يا شباب البورت بس خلينا نشرحها قل لك الترانسبورت لير الترانسبورت لير يا شباب بيقول لك انا عندي اثنين هدول الاثنين يا سبحان الله يعني من ولادي قل لك ولكن كل واحد الاطباع قل لك طب من هما تيسي بي ويو دي بي وقل لك تحت التسي بي عنده برضو شلة عنده سويت وفو بروتوكول واليو دي بي برضو عنده يدي بي وفو بروتوكول والله تيسي بي امرات انا بحكي والله انا بركن على اشرف المهندس اشرف لان مهندس اشرف دقيق دقيق جدا بتأكد من كل التفاصيل ما بمشي اشي غلط اما مثلا فلان دا بركنش عليه طيب ليش بالله بشلفك صح؟ هون يا شباب انا بطبع التشبيه الوحيد الي بقدر احكيكو عليه هو هو تيسي بي ويو دي بي ايش تيسي بي قل لك التي سيبي الي بتكون منهم التراس بورت لاير حكينا من تيسي بي يو دي بي قل لك تيسي بي لتراس ميشن كونترول لبروتوكول قل لك ايش قل لك التراس ميشن هو ريليابل وكنكشن اوريانتد كيف يعني قال لك أما ييجوا هون لقليينت صايد والسير برسايد نيجى هون قال لك أنه أنه أنت السورز هون السورز 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 اللي هون والدستينيشن هون وانس أن الأجهزة أو هذا يتحدث مع هاد هاد يخلص الداتا و يرسلها له هاد رح يعملوا فيرتوال سيركت هاي الفيتش والشركة الشباب شو بيعملوا بتفاوض مع بعض بيعملوا نيكوشياشن عشان هيك بيقول لك كونكشن اورينتد بتفاوض مع بعض كيف قال لك اول شي بيحكيلوا يا عمي اسمع انت شو بتشتغل يعني انت شو عندك مثلا يعني كارت الشاشة عندك يعني شو السرعات اللي عندك انت ما نقدر نبعت عليها الداتا مثلا انا سرعة اللي عندك طب شو كان عندي سرعة 100 يجج يعني كيف يعني شباب امن عندك مثلا شو يحكي انو بيعمل ديفاين الدالكومونيكايشن يعني كيف تحوض مع بعض بانضاء المشاكل يعني شباب بتعرف انتو انواع الكميونيكايشن انواع الكميونيكايشن الهي collaboration اللي هي شباب لاحظوا ق następتى. system episod in that, which is defined communication النحرول ما تقول لك وάνetzung التفاوض معًا أنواع الكميونيكايشن مثلا اللي هي single single طيب شو كمان اللي هي single single دي بليكس وعندك half دي بليكس وعندك الفول دي بليكس single دي بليكس يعني شباب باتجاه واحد يعني داتة رايحة باتجاه واحد يعني مثال ذلك اللي هي شباب الراديو أنا مفتح الراديو عندي بسمع بس بقدر أرسل عليه لا ما بقدر أرسل عليه إذا أنا بحكي أنه هون إيش إنه single دي بليكس طيب إيش الهاف دي بليكس الهاف دي بليكس الهاف دي بليكس أنا عندي مثلا الكابل الكابل اللي التورك عندي وان تو ثري فور لأيت فرضا تمام قال لك الهاف دي بليكس إني أنا راح أرسل الداتة send وأستقبل على نفس الكابل تمام هاف دي بليكس يعني راح أثر وأستقبل على نفس الكابل وهون راح يصير عندي إيش traffic عالي collagen عالي congestion عالي إذا هنا انتهى هذا موضوع وبطل حدا يستخدمه طيب الفول لك الفول عندك وان تو ثري فور فرضا لتمانية الفول دي بليكس الميديا برسل على اثنين وبستقبل على اثنين هاد الفول الجيج عليهم كلهم وبعمل نوكوشيات عشان موضوع الإيش الباور أوفر إيثرنيت عشان هيك سرعة الجيجز عالية إذا عرفنا شباب شو هي define communication هادي هي شباب إذا هون بخذني للإستنتاج أن الترانسپورت بتفاهم مع الديستينايشن بكل شو السرعات اللي عندك عشان نتفق على عملية نقل الداتا يعني انت وانت ستكت تحكي أنه ما يعمل define communication شو راح يعمل آه راح يعمل تقسيم لهاي الداتا إلى أقسام صغيرة بيز على السرعات يعني كيف؟ يعني هو مسؤول عن كيفية نقل هاي الداتا على الخط كيف؟ بعرف شو نوع define communication أوكي؟ إذا هادي أول وظيفة من وظائفه إنه connection oriented عن طريق ببتاح virtual circuit تمام؟ وبعمل على تقسيم الداتا يا شباب لأجزاء صغيرة يعني أنا عندي هاي الداتا الداتا يا شباب لازم تتقسم راح تكون تتقسم لسيجمت إحنا بتجينا ما تجينا الداتا تتقسم كلها يتسل لسيجمت كلها بتتقسم تتقسم كثير تتقسم لعدة سيجمت تمام؟ وهاي الداتا يا شباب في الترانسبورت لا يعرف في التي سي بيعطيها سيكونس برقمها نين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة يعني يعني بقسمها للداتا تمام؟ طيب ليش؟ حتى يا شباب حتى يا شباب أما تروح الداتا أما تروح الداتا على الديستينيشن ما تصير أي لخبط ويتأكد أن كلها وصلت بانتظام كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف يعني يا شباب؟ مثلا أنا عندي هون أنا عندي هون أنا عندي هون أنا عندي هون داتا أنا عندي هون ها هدا السورز هدا الدستينيشن عملوا مع بعض السيركت كونيكشن وعمل الoriented وعمل مثلا انه full او half duplex اللي بدك اياه واجت الداتا اتقسمت مثلا اتقسموا الداتا هون one two three four one two هاي الداتا one two three نحكي four هلا يا شباب اتطلعوا اول ما هاي التكسيمة اللي صارت based على why لانه راح يعملوا اشي اسمه windowing 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 size اشي اسمه اوكي فهون شباب هاي الداتا شايفين هاي الداتا كيف تتقسم هاي based على اشي اسمه windowing windowing size ايش هو windowing size قل لك انا عندي هون السورس وعندي هون destination ال destination هون شباب اما ده يستقبل الداتا راح يعمل اشي هون يقسم عنده الرام اللي هي الرام راح يعملها زي ال buffering راح يعمل اشي اسمه عنده buffering 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 اوكي قال لك هاي buffering based على ال negotiation راح يصير بين source و destination وحسب الرامات والسرعات اللي عنده راح يحددوا ايش ال windowing size قال لك شو مثلا بعد ما حددنا السرعة وكل اشي قلنا انا بس تحمل استقبل من عندك مثلا size 3 طب هو قبل ال windowing size كيف كان يشتغل خلينا احكي لكم كان يقول لك اودي 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 الاول مثلا هاي وديت وان استقبلها بيقول اه acknowledge احي احي انا استقبلت ال data اول بكل ثلاثة وما في هاي مشكلة بوسطي كاملي طب ودي اوتي اوتي راح يقول اودي 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 استقبلت ها ولسه شباب لو في مواضيع شكو بيقول بيودي له اودي ويأكد عليه انو برسله تنين مرة تانية فلو تنين موجودة بيعملها drop بيروح تلاتة طيب وديت له ثلاثة ثلاثة في نصف الطريق ثلاثة في نصف الطريق صارت ايه شباب صارت دروبت ثلاثة في نصف الطريق صارت دروبت او ما وصلت لسبب ما بيستنى شوي بيستنى شوي في ميكانيزم تشتغل عليها انه بايش بيعملها انه ريسننج من اول وجديد ما وصل بيقول له الثري عليها كوستن مارك ما وصلتني ثري بيوديله الاربعة بيقول له الثري عليها كوستن مارك ووصلتني الاربعة بيظلوا يسأل عن الثري وبحطولها هنا مكان فاضي تحتى ايش تبعتولي الثري مرة ثانية فبتصلوا للثري وبقول له اكنولج على الثري واكنولج كمان على الفورة وبعت له اكنولج على اكنولج وبعت له ثري مرة ثانية بيتأكد منها فبتوصل ايش يا باب الداتا عندي؟ مرتبة يعني بتوصل وان تو ثري فور فايف تخيلوا بهذا الترتيب فما بتوصلك الداتا الا كامل مثال معقول ان الشباب انزل مثلا انزل برنامج البرنامج اما اعمل له انا داونلود شباب اذا ما نزل كامل اول ما تيجي تشغل وش رح يعطيك فيلد انه نقص فايل بالشغال صح؟ صح؟ فلازم اما تنزل مثلا انت مثلا ميوزيك او محاضرة او مثلا مقطعي القرآن لازم تنزل كامل الفيديو لازم ينزل كامل ولا ما بيشتغل ما بيكمل صح؟ ما بيكمل اذا تمام؟ طيب شباب اذا يا شباب انا وصلتني ايش الداتا امرتبة اذا هون تسي بي اي بي هون وظيفته طب الويندوينج سايز هون شو بدك تحكي مع المهندس رح اقول لك انه الويندوينج سايز يا شباب الويندوينج سايز شو رح يعمل انا بدلا طبعا تخيلوا يا شباب انا بدي استقبل السيجمت او الداتا بهذا الطريقة وان عطيني يكنولوج عنوان لا قال لك الويندوينج سايز بعد ما يعملوا النيوغوشي ايش ويفتح الفيرت والسيركيت ويحددوا الديفاين كمينيكيشن قال لك انا مستعد استقبل ايش؟ اربعة من الداتا يعني يحددوا انه اربعة خمسة طبعا هي في الريلم يكون اثنين وثلاثين الف اه بقدر استقبل مثلا اربعة ثلاث فبعثلو ببعثلو التالي واحد اتنين ثلاث استقبلهم بعطي اكنولوج بيحكيلو انا اكنولوج الثلاثة عطيني اللي بعدي واحد اتنين ثلاث ببعثلو يبعثلو التلات ثلاث حتى يخلص طب فرضا الويندوينج سايز يصار مثلا خمسة ببعثلو واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة وبعدين اجالي اكنولوج واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة طب وصلنا من الخمسة اربعة راح يضلوا يسألوا وين الخمسة او وين الثلاث تحت ايش يملي مكانها فهون احنا بنحكي انه ويندوينج سايز وكون نكشن اوريانتد وريليابل شو يعني رليابل اللي حكينا عنه بوز توصل الداتا ايش امرتبوا عليها ايش اكنولوج يعني الداتا بتوصل بالتكسيمة اللي ايش وصلت لنا منها يعني يا شباب يعني يا شباب ايش الطريقة اللي بيشتغل عليها قل لك الميكانيزم اللي بيشتغل عليها اللي ثري وي هاند شيك شو يعني السلام التلاتي يعني ارسل اكنولوج ارسل 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 اكنولوج ارسل يعني انا باتصل على خالد بحكي مع خالد مرحبا خالد كيف الو خالد بيقولي اهلا مرحبا انا شو بقوله سمعني بيقولي اه سامعك اذا هون شو صار يا شباب تأكيد انه استلم الرسالة اقول له مرحبا بيقولي كيفك بيقوله شو اخبارك اه الحمد لله بقوله سمعني انت بيقولي سامعك بكل وضوح طيب هون اكد اذا انا هون شباب بتأكد انه المستقبل باخد الرسالة مني رسيفر بيستقبلها وانا باستلم منه رسالة وبيأكد لي هذا الموضوع تمام يعني لو نحكيها في مثال ثاني طبعون شباب اما مثلا اجهزة الامنية ما يحكوا مع بعض معك كده كده استلم استلم بيقوله او بيقوله كوبي يعني استلم اه بيأكد انه استلم الرسالة طبعا بيرد علي تمام طبعا هون بيحكي لهم بيعمل بفرين للريزيرفاشن وبيحدد الويندوينج سايز والتايم وهي الامور شباب اللي يشتغلوا عليها تمام اذا هذا موضوع ايش اللي هو التسي بي اي بي طلعوا شباب هون شو بعمل اللي هي مثلا ما لقا الإذراح لسي بيقول الان تحترس لي بيحطي عليها قوسي مار وباقول لك بيعمل بيسهل امور الزين على طريق ايش الويندوينج البوفرينج السيكونس اللي هو بعطيها ارقام برقمها البوفرينج طيب شباب انتو امرات اما تنزل مثلا داولود من جهاز من وان درايف او مثلا من اف تي بي او من اي او او تاخد كوبة من جهاز لشي هاز واجه واحد كمان يا شباب اخد كوبة من هذا الفولدر مثلا اول ما تيجي تعملوا داولود بيقولك مثلا الداولود بده 20 ساعة بعدين بتلقيه 10 ساعة بعدين خمس ساعات بعدين بتلقيه سرعة ساعتين بعدين ساعة بعدين نص ساعة بعدين عشر دقائق خمس دقائق شو هذا اللي صار خباب هذا هو اسم الكونيكشن اوريانتد الدفاين كوميونيكيشن عملوا نيجوشياشن وفتحوا فيرش والسيركيت وعملوا بوفرينج وعملوا الويندوينج سايز انه انا بقدر انزل وانقل الداتا بهذا السايز ومرات بتكون عندك سرعات عالية بتلاقي بسرعة امرات عندك سرعة الانترنت ايش بش كثير تلاقي اوو بده ساعتين هذا هو شباب الديس بي اي بي ويكزامبل علي اما تفتح كمان انت عاليوتيوب عاليوتيوب وتشغل البرنامج تبع اليوتيوب بدك تحضر ايشي علي فرضا فيلم اي اشي وانت بتحضر فاصل الانترنت او الانترنت اصبح بطير شو بيصير عندك بصير يقول لك بفرينج بفرينج وبيصير ايش شوية شوية يشتغل يجمع لك البفرينج طب انا فصل الانترنت عندك راح يكمل لا راح يكمل للبفرينج اللي ايش نزله بعدين بيعمل لك ستوب مش راح يكمل طب رجع الانترنت من محل موقف بيشتغل من محل موقف بيكمل الفيديو تمام اذا هذا التسي بي هذا التسي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول طيب هون كمان هاي مثال شباب على الويندو وينسايز انو بعت داتا وانتو اكنولوج وانتو ثري بعت ثري فور كمان عطاها اكنولوج مثلا هون داتا ايش ثري مثلا ما شاف اقلو ريتيرنس يعني عيد لد للداتا ثري بيش واصل عندي تمام طيب طيب اليو دي بي اليوزر داتا جرامي بروتوكول بكل ثلاثة شبابة عكس التسي بي تماما ان ريلايابل يعني يعني مثلا هون في المثال الاقزامبل تبعنا الاقزامبل تبعنا هون عندي قال لك هاونا وان تو ثري فرضا وان وصلت اوكي تو ما وصلت بيش مشكلة ثري اعطيني اياها فور اللي بعده طب تو بيش بيش فارقة معو وصلت ولا ما وصلت عادي جدا ما عندي مشكلة تمام طب الكنيكشن كونيكشن ليس هاي زي ما صار عندنا هون يعني لا عمل نوكوشياشن ولا عمل ولا فارقة اش عنده طب ما فيش ويندوينج ما ما فيه طب فاصل بس هو شباب اسرع من ايش اسرع من ايش اسرع من التسي بي ليش لان يا شباب ما عليه كل البروسيسنج او ما في عليه نوكوشياشن وما في عليه مثلا انه بعمل ويندوينج مدام انا هاي العمليات ما بمشي فيها اكيد رح اكون اسرع مثال ذلك انا اما هعكي تليفون اما تحكي تليفون الفيديو ستريميج انت ما تحضر مثلا شباب فيديو ستريميج فيديو انلاين وفجأة واحدة قطع الانترنت بعدان رجع بعد نص ساعة هل راحت تكمل من حد ما قطع الانترنت لا راح تلاقي انهم ماشين له من ساعة يعني راح تكمل من بعد ما قطعهم من الساعة طيب اما تحكي امرات الو امرات نحكي عن طريق المسينجر نحكي عن اي مثلا تنشتغل عليها مثال التليفون أمرة تلاقي فيه صوت أمرة تحكي أمرة مرحبا كيفك هو ما بسمع غير آخر كلمة آه كيفك فبيقول لك شو شو بصور أنت تحكي في موضوع هو بيسامعك بعدين بيحكي لأ ما فهمت ما يعني طب أمثلة عليه كمان الستريمينج فيديو الجيم اللي بلعبوها أونلاين شباب الجيم اللي بلعبوها كمان أونلاين هاي كمان بس هو شباب يستخدم بكثرة لأنه سريع جدا يعني خصوصا في موضوع الفيديو استريمينج فهذا موضوع يا شباب اليو دي بي مثل عليه كمان شباب الدي أتي بي كمان يو دي بي التي بي طبعا عالت كثير الاتش تي تي بي راح نخلها ثمان المحاضر القادم الاتش تي تي بي الاس ام تي بي عدة إش بروتوكولات بشتش تشتغل اتش تي بي اس على تي سي بي طيب النتورك لير النتورك لير شباب النتورك لير أجت الداتا هون أجت الداتا هون شباب خلفنا من الترانسبورت لير لس رح نجع موضوع الكابسوليشن شو يا حبي أجت على قل لك قل لك النيتورك لير يا شباب بكل اختصار شو فائدتها قل لك إلها عدة إيش وظائف منها منها قل لك اللوجيكال أدرسينج شو يعني اللوجيكال أدرسينج أنا بكل سولة رح حط سورس آي بي والديستينيشن آي بي مش أنا عندي الجهاز شباب الكمبيوتر واللابتوب أو أنت عندك في الشركة الجهازك عنده آي بي آدرس لأنه أول وأخيرا الكمبيوترات شباب تتفهم مع بعضها إيش آي بي آدرس بغض النظر عن موضوع الدياناس رح نيجي شرحوا لاحقا بس أولا بالمحصلة والأخيرة أنه بتفهموا عن طريق إيش آي بي آدرس تمام فأنت رح يكون عندك مثلا إذاك تبعت أو معلومة لأي شخص ثاني انت الصورز والشخص الثاني إذن أنا رح أعمل إذا في الترانسبورت لير رح نيجي عليها كمان إنه بنعمل نتوورك لير رح نعمل طب شو كمان فائدة رح نعمل نتوورت لير كمان بيعمل لك أخذ الطريق أفضل من أجل من مواقع إلى مواقع ما يفعله؟ يفعله الروتر لأنه سيبني هذا الروتر سيكون هناك تابل الروتر سيضع فيه المواقع وكل مرة يفعله الروتر لهذا الروتر ولكن أنا ما أقول لك أخذ الطريق أفضل بمعنى شباب بمعنى أنا عندي هون عندي هون عندي هون راوتر عندي هون راوتر عندي هون راوتر عندي هون راوتر تمام؟ هذا راوتر وهذا راوتر أوكي يعني نحقق خلي نسمي راوتر وان هذا راوتر هذا راوتر طيب هذا بيجي هون هذا بيجي هون هذا بيجي هك طيب هنا نيجا شباب جاوبوني هنا عندي هنا شباب جاوبوني من أسرع تروح الداتا من السورد من أي طريق من أي طريق خالد من أي طريق خالد أبو السيسكو يعرفها من العشرة من يتحدث من يتحدث من واحد من واحد يعني قصدك من هنا من هذا إلى هذا مع 10 ميجا 10 ميجا 10 ميجا هناك أيضا طيب شباب 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 مين اللي بحدد ميوت يا شباب بس ميوت لو سمحتوا ميوت شباب شباب اللي بحدد من صورت إنه يا شباب اللي بحدد موضوع إنه من صورت ديستينيشن بيز على البروتوكول بالضبط 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 يا خالد يا عيني عليك حسب المترك ليش يا شباب اللي بحدد بس ميوت يا شباب لو سمحتوا اللي بحدد حسب البروتوكول في بروتوكولات بعرفها خالد يمكن من ون ميجا لون ميجا أحسن ليش يمكن هذا الخط يا شباب العشرة ميجا في ديلي كثير صح في ديلي يمكن هنا الانفرستركشر أو اللاين سبيد هنا بتستخدم الليست لاين هنا في فايبر أوبتيك أو ايدي اس ال صح عدة يمكن هنا في الكوبر مصدية وهو هنا في مشاكل في هاي البلد في موضوع السرعات يمكن هنا بيعلق الخط كثير هنا العشرة ميجا بيعلق الخط كثير صح ولا لا فبش تحكم انه اكثر من راوت الجامبينج راوت ما الها دخل يا شباب يعني انا بإمكاني هون اجي احكي مثلا بنجل جوجل صح احكي له بنجل جوجل اعطاني هذا الاي بي ادريس صح اقول له مثلا مرة تانية اعطانيها طيب اقول له مثلا احكي لي هيك ها ان اس لوكب اقول له www.google طيب اي اخذ هذا ايش هايو هذا الاي بي ادريس غيروا شايفين طيب ما اشاهد انا اجيت قلت له روح لي عالثماني على السيرفر 8.8.8 ها اوكي بدي اقول له هلا www.google.com تمام اعطاني ايش يا شباب لا هاي اعطاني كمان ما اخذ هذا نفسه طيب لو احكي له مرة تانية هاي اعطاني ايش سيرفر تاني شباب اذا راح وين وين شباب راح راح على اقرب سيرفر من سيرفرات جوجل اللي بسموها السيرفر فار مزرعة من السيرفرات اذا انا هون شو بحكي يا شباب choose the best path from source to destination وباسد عليها بعمل update راوتر أو راوتنج تابر عنده لان احتمال الشباب احتمال فعلا انا اخذ 10 ميجا بسرعة او البروتوكول اللي انا شغلته هون بديو يروح على 10 ميجا بسير او بديو يروح على هات حسب المتريك زي ما حكى خالد شباب هو بيشتغل عليه اذا هذي وظيفة ايش يا شباب network layer طيب يتبقى لنا اللي هو data link layer والفيزيكال layer خليها للمحاضرة